يعني أسعار النفط هذا حالها يعني العملية المتلتة للأسعار تذبذبها بما يحدث في العالم من أخبار سواء على الشورت تيرم أو اللون تيرم هذه لها تأثير يعني احنا شفنا مثلا بعد ما كانت مثلا في أوبك طبعا هي أوبك معروفة أنها هي مسؤولة عن خلق التوازن في السوق العالمي من حيث العرض والطلب واستقرار أسواق النفطية شفنا بالنسبة للسعودية خفضت حوالي مليون برميل يوميا بحيث أن تدعم الأسعار وتخلي الأسعار بمستوى عالي إلا أن هناك في بعض الدول في أوبك يعني من بينها مثلا مثلما تفضلته في التقرير بالنسبة لإيران يعني بدأت تزيد إنتاجها وهناك توقعات أن العقوبات الأمريكية على إيران ممكن ترفع من بينها طبعا العقوبات التي هي على تصدير النفط بالإضافة إلى عندنا في استقرار في ليبيا وهذا يدعم زيادة الإنتاج النفط الخام الليبي فهذه الكميات يعني تؤثر على السوق العالمي تؤثر على الأسعار بالإضافة مثلما تفضلت بالنسبة للموجة كورونا شفنا الموجة الأولى والثانية والثالثة وحين نسمع في أمريكا موجة رابعة هذه يعني بالنسبة لوباء كورونا يؤثر على الحركة الحركة اللي هي أنا أقصدها السيارات والطيارات والقطارات هذه تطلب مشتقات نفطية تأتي من المصافي المصافي تكرر النفط إذا كان هناك طلب قليل على هذه المشتقات النفطية رح يكون هناك طلب قليل على النفط الخام وهذا يؤدي إلى يعني برأيك هذا التخوف من موجة ثالثة للوباء هذه الإغلاقات التي نتبعها حول العالم لأي حد رح يكون لها تأثير سلبي على الطلب هي مستمرة الآن على هذا التأثير السلبي اللي قاعد نشوفها إحنا يعني هي بدأت مثل ما بدأت من أمس الأسعار تنخفض وترجع اليوم مرة ثانية ترتفع يعني فيو سنت مثلاً عشر سنتات خمسة عشر سنت تنزل يعني الأسعار اليوم احنا قاعد نتكلم على ثافة ستين دولار وتقريباً وخمسة ثلاثين سنت هنا نتكلم على برنت وبالنسبة لوستكسس انترميدا بحدود التسعة وخمسين دولار وثمانين سنت تقريباً بهذه الحدود يعني عمليات الخفض والارتفاع هذه مثل ما قلنا يعني اليوم المؤثر الحقيقي في الأسعار النفط إحنا مثل ما قلنا عملية العرب والطلب لها تأثير بعض التأثير يكون جيوسياسي إحنا شفنا شوي تشد مثلاً بين الهند وبين السعودية على الرغم أن السعودية تبذل جهود كبيرة في عملية دعم أسعار النفط يعني وتوفير المادة الخام لمختلف إنحاء العالم يعني حتى عملية خفض الإنتاج المليون الحين السعودية راح تبلش في شهر مايو ويونيو وجولاي بزيادة يعني بزيادة الإنتاج هذا اللي هو كان سويته في لكن أستاذ عبد الحميدة أوبك بلاس كانت واضحة بأنها ستحافظ على توزن السوق إذا احتاج السوق إلى ذلك لماذا لم تستجب الأسعار ولم تتماسك يعني عند مستوات جيدة في الوقت الحالي هو بالدرجة الأولى هو التخوف العالمي من تباطي النمو والاقتصاد العالمي بسبب مرض كورونا وإحنا قلنا مرض كورونا هذا إحنا شفنا إغلاقات موجودة دول ترد مرة ثانية إلى عمل الحضر الحضر هذا والإغلاقات تؤثر سلبيا على المشتقات النفطية اللي من بينها الديزل والبنزين ووقود الطائرات ووقود السفن هذه الحركة تتباطأ وكلما تباطأت هذه الحركة كلما قلت طلب على النفط الخام وإذا قلت طلب على النفط الخام تقل الأسعار ويكون المعروض أكثر ما هو مطلوب فلذلك هذا الميزان اللي نتكلم عنه في أوبك هم يحاولون قدر الإمكان يعني احنا شفنا مثلا في التجتماع الأخير لأوبك يعني سمحوا لروسيا وسمحوا لكازخستان بضخ حوالي 150 ألف برميل يومية فالأمور هذه كلها لها تأثير سلبي يعني على الأسعار بالرغم من الجهود الأخرى التي تقوم فيها دول أوبك من جانب آخر مثل ما قلنا بقيادة السعودية بعمليات خفض الانتاج بعمليات لبط الانتاج بعمليات مراقبة الانتاج ولكن هناك في بعض الدول أو بعض الشركات العالمية الكبرى تستفيد من أسعار لما ترتفع فمثلا بالنسبة للموضوع النفط الصخري شفنا بالنسبة للرئيس الأمريكي وصلت الفكرة أستاذ عبد الحميدة أنا أشكرك نظر لذيق الوقت أستاذ عبد الحميدة العودي الخبر النفطي شكرا جزيلا لك